معهد الإمامة والخطابة في منطقة جنزورة هكذا كانت تسمية المعهد الذي تأسس في سنة 2008 بهدف معلن وهو تطوير المنابر والرفع من مستوى أئمة المساجد هدف يراه المراقبون بعيداً كل البعد عن توجهات نظام القذاف القمعية وأفكاره الاستبدادية وأن الهدف الحقيقي كان أقرب لمحاولة إحكام السيطرة على المساجد وتحييد دور المنابر بعد ثورة فبراير تغير المعهد اسماً ومضموناً فسمي بالمعهد التخصصي للدراسات الإسلامية وتوسع التخصصاته التي كانت تقتصر على الإمامة والخطابة والوعد والقراءات لتشمل القرآن وعلومه والفقه وأصوله والدعبة والاقتصاد الإسلامي بالإضافة إلى اللغة العربية هذا غير منح المعهد لإجازات في حفظ القرآن الكريم وأخرى في علوم القراءات تؤهل حاملها لرفع لواء القرآن وحمل أمانة تبليغه وتدريسه أهداف سامية وآمال كبيرة استدمت بواقع ليبي مضطرب وأزمات متتابعة تبدأ تاليتها قبل أن تفرج سابقتها وحكومات متعاقبة لا تستلم في ظروف طبيعية ولا تكاد تسلم أولاها لأخرها أوضاع متوترة لم تسلم منها مؤسسات الدولة التعليمية ولا غيرها ولم يكن المعهد التخصصي استثناء مشاكل وصعوبات عان منها المعهد التخصصي ولا يزال صعوبات مالية وإدارية وفنية هكذا وصفها أصحابها فالميزانيات لم تسجل والمؤسسات المختصة يلقي بعضها المسئولية على الآخر فبين المصرف المركزي وبزارة المالية ودوان المحاسبة ورئاسة الوزراء والهيئة العامة للأوقاف يقف المعهد التخصصي حاملا مشاكله المالية والإدارية وبين نقص المعلمين وعدم تفرغ المتعاونين تكمن بعض مشاكله الفنية فبين من يلوم كل هذه الظروف ومن لا يخلي مسئولية المعهد التخصصي نفسه من بعض المشاكل الإدارية والفنية وأيضا من مخرجات يراها البعض دون المأمول ولا ترقى لمستوى المدخلات